الانالوج والديجيتل. اهلا بكم. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عن الديجيتل. الديجيتل يعني ايه ديجيتل? زمان لما كانوا بياخدوا الرسالة الصوتية زي ما كنا بنسمع الهيدفون بتاعنا بتاع زمان. مش كان ليه زغير كده عبارة عن بتحطه جوه السماعة او جوه الجهاز التسجيل وتسمع. وكان الميكروفون برضو ليه الصباع دوت تحطه فيه دوت وتنقل. التليفون نفسه كانت فشة التليفون كانت عبارة عن دوت بتدخل فشة التليفون في الحيطة في فيشة فعلا وبتسمع منك. ده اللي انتو شايفينه ده ده بيسموه الانالوج الار تي اس. انت بتتكلم فبتنقل الموجات الصوتية في الهوى. بتيجي الشريحة. الشريحة ده تاخد الموجات الصوتية تتهز عليها لان فيها مغناطيس وراها. المغناطيس ده قرب الشريحة دي منه وبعدها بيولد الطيار الكهربائي يسمح بيه بقوات معينة. يتنقل الطيار اللي كهربائي ده في سلك. والسلك ده تتنقل في اي مسافة انت عاوزها. المكانة التانية ناحية التانية تترجم الاشارات ديت الى الى اهتزازات تاني. تروح مرجعها تاني فالسماعة تهتز زي الاهتزازات اللي انت عملتها قدام وش الشريحة ديت. دي فكرة بالزبط الميكروفون والسماعة. لما انا اسجل الكلام ده ببقي كده وحتة اه مغناطيس او حتة شريحة قدام مغناطيس تتهز والتيار ينتج بسبب الموضوع ده الطيار ضعيف جدا اخد اكبره وعمله واخد انقله من حتة لحتة عشان يوصل عندي وانقله الناحية التانية وطلعه زي ما انا جبته بالزبط من الطيار الكهربائي. دي بيسموها الاشارة الانالوج. الاشارة الانالوج. اه الاشارة الانالوج دي الليها عيوب? وليها مميزات. ليها مميزات انها بتنقل التفاصيل بتاعت الصوت بدقة شوية. السمع بتاعها بيبقى طبيعي نوعا ما. بالنسبة كبيرة جدا. يعني. العيوب بتاعتها ان الاشارة ديت مش splitting. السلك ده ممكن ما تكون المواد بتاعته مش نقية. فالمواد بتاعته المشنقية دي الشوائب اللي فيها كل شائبة من المعادن اللي بتبقى داخلة في السلك بتاعي دوت بتشترك انها بطارية لوحدها. فتيجي تطمعنط بالاشارة ديت وتنت الكهرباء مختلفة عن الطيار اللي داخل دوت وبتاع فتحصل شوشرة. فكل ما انت نقلت الاشارة من مكان لمكان والمكان ده ابعد كل ما كان في مسافة اطول السلكة هيعدي فيها والاشارة هتتشوش. فبتوصل الناحية التانية اضعف. فقال لك لأ كده يعني صعب شوية فابتدت المسافات تقصر بقى يحطوا ايه المكروفون انت بتسجل بيه متحوشتها من كابل كبير وعشان ما يزنش وما يعملش ومتطلعش الاشارة ديت وكده. تاني حاجة كبان كبير بتتأثر بالمجال المغناطيسي اللي حواليه تبا عندك اضواء او عندك اجهزة او عندك اي حاجة بتأثر على المجال المغناطيسي بالطارية الكهرباء اللي معادي دوت هتأثر فيها طبعا في الاشارة الانالوج ديت. آآ في طبعا آآ طرق كتير النقل الاشارة الانالوج لقوا انك انت لما بيبقى عندك آآ فردتين فيهم الكهرباء وفردة واحدة بس اللي هي سلبة اللي هي ارضي. قال لك الفردتين دول اللي بتنقل فيهم الطيار كوبيت. يعني هو الطيار هيتنقل بالزبط اللي اتنين زي بعضيهم. آآ واحدة منهم على ما بتروح الاشارة وتجمع الشوائب ديته اللي هي المحصلة بتاعت التأسيرات المغناطيسية على الشوائب اللي في السلك بتاعه. وهي راجع على ناحية التانية في السلك التاني دوت. الاشارة التانية بتلغيها تخليها صفر. فدي بيسموها الاكس ال ار. الاكس ال ار. تلاقي بتاعه عريض كده وفيه تلاتة. يقول لك ده فيه اصفيه ارضي. اصفيه ارضي. هو الموضوع مش ارضي ولا حاجة. هو فيه اشارتين مجابتين واشارة ارضي. واحدة من الاشارات المجابة الشوائب اللي فيها او الاشارة العكسية بتتلغي مع الاشارة العكسية اللي طلع من ناحية التانية فيجي الصوت دقي. بيستعملوا دي طبعا في توصيل السماعات بالمكسرات في الحفلات الكبيرة مسلا لما تلاقي مسافات كبيرة وحطيه السماعات في كل حتة وبتاع ديت وسيلة التوصيل لانها هتنقل الصوت ومش هيحصل تشويش عليه. برضو الصوت يعني عشان استعمله بقى ولازم بقى عشان اخزنه واعمل عليه التأسيرات لازم التأسيرات بقت كمان تبقى بجهزة الكهربائية عشان تعمل التأسير بتاعي دوت ومش عارف احتفز بها في واي حتة غير شرايط التسجيل المماغنطة بتاعت زمان. فاكركين التسجيلات شرايط التسجيل بتاع زمان المماغنطة دي. في انا حسجل عليه الاشotros بقى زي ما هي كده وحطوا على جهاز تاني يرجعها تاني زمية وسطوانة وادرجعها تاني الصوت من السطوانة فكان الموضوع مش عملي قوي. وانا مبقدرش اعمل اي حاجة بالاشارة دي. مجرد ما تسجّلت وتحطت على الشريط خلاص بقى ما بقاش ما اقدرش اعمل بيها حاجة تانية الا لو دخلت الشريط نفسه على مكناة تانية انا لو اقدر اعمل فيها بقى تعديلته وبتضيع طبعا في السكة بتاعتي دي كلها. جاء واحد قال لك لا طب الاشارة الكهربائية دي جماعة دي رقم واحد ورقم صفر. مفيش غير رقمين بس في الاشارة الكهربائية. حتى الكمبيوتر اللي وراي دوت ما بيستعملش غير اشارة واحد واشارة صفر. طب اشارة واحد واشارة صفر يعني ايه? اشارة واحد اسمح بالطيار صفر امنع الطيار. ده الكمبيوتر بيفهم كده. والاجهزة الديجيتال كلها بتفهم كده وما سموها ليه رقمية. من رقم واحد ورقم صفر. فقال لك ما هي الطيار الكهربائي اللي ماشي دوت فيه اشارات بتسمح بالطيار وتمنعه. تسمح بالطيار وتمنعه. فانا ممكن اعمل اقلد الاشارة ديت. وعملها في ارقام. وابعت الرسالة الرقمية دي الجهاز تاني. الجهاز التاني ده بيفك الرسالة الرقمية دي الشفرة انها شفرة مخابرات يعني. ويروح محلل الجهاز محلل الشفرة ديت ويطلعها تاني على السماعة وقدر اسمع اللي انا عملته. فبكده بقدر انقل الرسالة لاماكن ابعد وبتاخد وقت اقل. بالاضافة لكده كمان هالاشارة دي بقى الديجيتال خلاص. يبقى ممكن عمينا الكمبيوتر كمان يشتغل عليها. ممكن نحطوها على الكمبيوتر. وبتدي اعمل بها اللي انا عاوزه. فدخل بقى اه التأسيرات الصوتية بتادي تبقى المع. وبتدي تبقى افضل. لان انا بقدر دخل على الكمبيوتر واعمل فيها حاجات ما كانش بتتعامل زمان. وبتدي تظهر عندي بقى التأسيرات وال والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. وبنسمع كل الاغاني اللي طلعوا اليومين دول كلها بالتأسيرات الديجيتال. طب دي مميزات الديجيتال دي حاجة عظيمة جدا. طب ليه كل الناس ما بقيتش ديجيتال بقى ونخلص من القصة دي. قال لك لا ما هو ليه هيوب برضو. آآ الديجيتال عشان تقدر تعمل الموجة الصوتية اللي انت شايفها دي قدامك. لازم بقى تمثلها بانك انت تعمل اشارات 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 جنب بعضيها بحيث تمثلي في الاخر الكرف بتاع الاشارة اللي انت شايفها دي لايه انا لو جاعدية جدا. طبعا كل ما كانت العدد بتاع المربعات اللي انتو شايفينها تحت المستطيلات اللي انتو شايفينها تحت داية اكتر. كل ما كان حاجة بسماهة يعني النقطة الزغيرة كانت بتاعت صورة. اللي هي اصغر وحدات فيها بتبقى اعلى فالدقة بتاعتها بتبقى اعلى فتسمع صوت احلى. بس طبعا الجهاز الكمبيوتر لازم يكون قوي جدا عشان يقدر يستوعب العدد الكبير ده من المعلومات في وقت واحد. فقال لك لا طب احنا نقلل بقى العدد بتاع القدد بتاع تبتدي الموجة تبقى متكسارة شوية. ما تبقاش الموجة مضبوطة بالزبط بالانحناءات بتاعتها زي الانالوج. كنت تسمع زمان الشرايط اللي بصوت فريد لطرش وصوت عبدالحليم حتى لو بيتكلموا يعني صوت طالع جميل وطالع نقي وحلو ولزال حتى الان الصوت محتفظ بهذه بهزا الراونق بعد العصر بتاعنا الديجيتال اللي احنا فيه دوت. طبعا الكلام ده كان في العشر سنين الاخيرة قبل كده كان يعني صحيح يعني ممكن نقول كده. انما دلوقتي بقى بعد العصر الديجيتال ما كمان تقدم هو كمان خلص بقى الفرق بين الديجيتال والانالوج بقى لا يذكر ما بقىش حد يقدر يلاحظه حتى كمان بودننا المجردة بل بالعكس كمان تفوق الديجيتال بانك انت تقدر تعمل لوي للاشارة زي ما انت عايز تعمل بها اللي انت عاوزه دخلتها خلاص عالكمبيوتر بقت بقى عندك بقى في البيت يعني اعمل بقى فيها اللي انت عاوزه عملها صنية كنافة عملها صنية بسبوسة عملها صنية بطاطس انت حر دي قصة الانالوج والديجيتال انا لما حنقل الصوت بتاعي بموكروفون موكروفون يعني موكروفون انا اعرف الحلقة الجاية اشتركوا في القناة